بمناء جزيرة لنبيدوسا الإيطالية يحث هؤلاء المهاجرين خطاهم نحو بر الأمان بعدما ظلوا عالقين بالمياه الإيطالية على متن سفينة إنقاد على مدى 17 يوما متوارية فيما أوقفت السلطات الإيطالية قبطان السفينة كارولا راكيتي بتهمة خرقها لحضر دخول المياه الإيطالية أربعون مهاجراً ظلوا محتجزين في غياهب البحر بعدما قررت القبطان راكيتي الإبحار بهم على متن سفينة تابعة لمنظمة ألمانية غير حكومية بالرغم من المنع الذي لقته من السفن الإيطالية وبينما ما تزال راكيتي قيد الإقامة الجبرية يستنكر محاميها التهمة التي نصبت إليها لقد أصدر المدعي العام أمراً بإلقاء القبض وحجز السفينة إنه قانون سالفين الجديد ثلاثة تهم طوقت القبطان كارولا راكيتي بعد إبحارها غير المرخص من بينها التشجيع على الهجرة غير الشرعية وعدم احترام أمر سفينة عسكرية إيطالية بعدم دخول المياه الإقليمية للبلاد وهي التهمة التي تصل عقوبتها إلى عشر سنوات سجناً سفينة سي بوتش تلاتة الخيرية التي عملت على إنقاذ المهاجرين في المياه الدولية في البحر المتوسط تواجه اليوم رئيس الوزراء ماتيو سالفيني بعدما كان قد أصدر تعليماته للشرطة البحرية بإبقائها بعيدة عن المياه الإقليمية لبلادها كما طالب سالفيني من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى استقبال هؤلاء المهاجرين الذين أنقذتهم السفينة إلى جانب ثلاثة عشر شخصاً تم نقلهم من السفينة إلى إيطاليا لأسباب صحية بعد أن ظلوا عالقين في البحر منذ أكثر من أسبوعين حملة تصعيد جديدة قد يطلقها سالفيني خوفاً من تدفق المهاجرين إلى قلب إيطاليا في وقت تستعد فيه كل من فنلندا وألمانيا وفرنسا والبرتغال لاستقبال المهاجرين بعد الموافقة على ذلك